بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله من اسم شائعات واللهية يطرح حقائق هذه الأيام عن مد فترة تظلمات الله بالسانوية العامة على نتائجهم أسبوعا أو إصدار شهادات ميلاد 2020 للإلتحق بالمدارس يعني أن ننتحق بمدارس لابد أن نصدر شهادة ميلاد 2020 هل ده حقيقة ولا شائعة ومعانا شائعة أخرى وهي اعتماد نشرح بمصرفات العام الدراسي الجديد 2021 وآخر فتفويد معانا أو حقيقة أم هي شائعة أيضا تفويد مؤسسات لتلقي طلبات التقديم للإلتحق بالجامعات الأهلي يعني فيه ناس بتقول أن فيه مؤسسات هتتلقى طلبات التقديم للإلتحق بالجامعات الأهلي يطرح دي فعلا حقيقة أم شائعة النهاردة إن شاء الله نتعرف عليه إصدار شهادات ميلاد 2020 للإلتحق بالمدارس كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأنباء المتداولة بشأن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للإلتحق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد ونفت الوزارة ما تردد من أنباء عن اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 يعني دي نفاته للإلتحق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد مؤكدة أنه لا صحة لما تداوله أو لما تتداوله حول اشتراط وزارة التربية والتعليم تقديم شهادات ميلاد إصدار عام 2020 للإلتحق بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد موضحة أن كافة شهادات الميلاد سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها مشددة على أن إجراءات التقديم بالمدارس للعام الدراسي الحالي لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة وذلك في إطار حرص الوزارة التيسير على أولياء الأمور يعني الكلام ده مالوش أي صح يعني أي شهادة ميلاد عندك سواء من السنة دي أو من أي سنة ولكن شهادة ميلاد كومبيوتر ممكن نقدمها في أوراقنا للإلتحق بأي مرحلة اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد في بعض المدارس أو في بعض الناس بتقول إن فيه نشرة اعتمدت بمصروفات العام الدراسي الجديد 2021 طبعا في الكلام ده كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشورا يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء يعني الكلام ده موش صح مؤكدة أن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق يعني لنزل منشور وقال إنه مصروفات العام الدراسي ظهرت أو واضحة أو موجودة فطبعا الكلام ده غير صحيح موضحة أنه لم يتم اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد يعني محدش يعتمد نشرة للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن وإنما سيتم اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل يعني لسه أصلا شهر سبتمبر شهر 9 لما يجي شهر سبتمبر أو في بداية شهر سبتمبر ونتعرف على ملامح العام الدراسي الجديد هتنزل نشرة بالمصروفات الحكومية تفويد مؤسسات لتلقي طلبات التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة سمعنا أن في جامعات أهلية جديدة 3 جامعات هتفتتح وتنصقها أقل من تنصيق الجامعات الخاصة بل هي مرحلة انتقالية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وأعلنوا المؤسعارها في متوسط الأسر المتوسطة وفي ناس قالت أن في مؤسسات هتتلقى طلبات التقديم لها هل الكلام ده صح؟ خطأ كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تفويد إحدى المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء يعني ما فيش مؤسسات هتتلقى طلبات التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة لأنه أصلا لم يعلن عن أي مصاريف هذه الجامعات ولكن هو كل اللي أعلنوا عنه أنه التقديم لها هيبنى يوم السد يعني إن شاء الله غدا ولكن مصاريفها لم تعلن حتى الآن بعد وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتفويد أي من المؤسسات لتلقي طلبات التقديم من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة موضحة أن تلك المؤسسات لا علاقة لها بالوزارة النهائية يعني المؤسسات اللي بتدعي أنها تتلقى الطلبات دي ملاش علاقة بالوزارة النهائية وأن عملية التقديم بالجامعات الأهلية تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلك الجامعات وطبعا إحنا نزلنا في فيديو سابق الموقع الإلكتروني لكل جامعة من هذه الجامعات مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب للتربح وتحقيق مكاسب غير مشروع وإحنا أصلا لم يعلن بعد عن مصاريف هذه الجامعات ولكن كل اللي إحنا سمعناه ويريد بس الحكومة تصدق في هذا الكلام إن تنصيقها أقل من الجامعات الخاصة 5% وإن مصاريفها أقل من الجامعات الخاصة دي اللي إحنا كل اللي إحنا سمعناه إن شاء الله لما يعلن عن أي حاجة عن مصاريفها إن شاء الله هننزلها حقيقة مد فترة تظلمات طلاب السنوية العامة على نتائج مأسبوع هل الكلام ده صح ولا شائعة أيضا كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأنباء المتداولة بشأن مد فترة تظلمات نتائج السنوية العامة أسبوع تواصل مركز المعلومات مع وزارة التربية والتعلم والتي نفت هذه الأخبار جملة وتفصيلا يعني باب التظلمات أغلق نهائيا مؤكدة أنه لن يتم مد فترة قبول تظلمات نتائج السنوية العامة موضحة أنه قد تم فتح باب التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول للسنوية العامة لمدة 15 يوم والتي بدأت من الخميس 6 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020 مشيرة إلى أن إجراءات فحص التظلمات قد بدأت منذ الأحد الموافق 9 أغسطس الجاري وذلك في إطار الحرص على مستقبل أبنائنا الطلاق يبقى باب التظلمات خلاص أغلق بالنسبة للمرحلة أو لطلاب الدور الأول خلاص باب التظلمات أغلق افتتح وقعد مدة 15 يوم أو قعد فترة من يوم 6 أغسطس ليوم 20 أغسطس يعني يعتبر أسبوعين برضو وتم إغلاق هذا البدء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر